موسيقى العراق خربشات صهيو بعثية تكفيرية قبل الانتخابات لا مزيد من القروض والخنازير التطبيع المطلوب يقول الجيش الأمريكي في أكذوبة قديمة جديدة إن إيران هي المنتصر الوحيد موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين والثلة الطاهرة من أهل بيته وأنصاره الذين استشهدوا على صعيد كربلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دائما في مثل هذه المناسبات في عاشوراء في عيد الغدير في مناسبات لها صلع بمحمد وآله بالإسلام المحمدي الأصيل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بإسلام علي بن أبي طالب وأهل بيته العترة الطاهرة أني مخلف فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي دائما تثار موضوعات عن ما يسمى ببعض الذين ينتسبون زورا إلى الصحابة فالسلام ألد أتطرق إلى هؤلاء أتطرق إلى الشق المتعلق بنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبما أننا نتحدث خارج الحدود فيجب أن نتحدث بكل صراحة وبكل شفافية عن هذه الخربشات البعثية التكفيرية الصهيونية وعلاقتها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن ستقول ما فهمنا كل شيء لا لا لازم تروح تشوف قصة تسوركوف لماذا ذكرت وطرح أصلا لماذا طرح موضوع تسوركوف مؤخرا لماذا مكتب الرئيس الوزراء الصهيوني هو الذي يتحدث عن ما يسميه بخطف باحثة روسية إسرائيلية اسمها إلزابيت تسوركوف ليش دائما الحديث من تلك الجماعة أولئك الذين كتب الله عليهم أن يتيهوا ويبقوا في التايخ هذا الكيان الصهيوني اللقيط ليش هو الذي يتحدث عن هذه تسوركوف ليش أولا ليش وين قانون تجريبات الرئيسة؟ التطبيع مع الكيان الصهيوني هو مثبت أن رئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي له صلة بموضوع هذه التي تسمى بالباحثة الإسرائيلية وهذا نشرته صحيفة أو موقع ميدل إيست آي تعرفون جيدا ميدل إيست مونيتور عفوا ميدل إيست مونيتور لأنكم ميدل إيست آي نقلت عن صحف ووسائل الإعلام الصهيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء العراقي السابق كان على علم بزيارات إسرائيلية متكررة إلى بغداد كان على علم انتبهوا يا قانون تجريم التطبيع على علم بزيامو هذه وحدة لاكو غيرها وراحة وإجين وراحة وإجا ومع كل الأسف هذه كردستان هذه أربيل شقات صحفيين يدخلون بجوازاتهم الصهيونية وبعضهم يدخل بجوازات أخرى وتعرفون كل زين أنه كل إسرائيلي أتحفظ على الكلمة بس بين مزدوجين لأننا لا نعترف بهذا الكيان نعترف بفلسطين كل إسرائيلي يحمل جنسية أخرى كان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي على علم تام الجملة بالزيارات الإسرائيلية لهذه الروسية الإسرائيلية إلزابيث تسوركوف المتكبرة للعراق وأنه حذر كلا من واشنطن وموسكو من أن جنسيتها وعملها الإسرائيليين يشكلان خطرا عليها يحذرهم يربالكم عليها لا أصر عليها شيء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية طيب وبحسب هذه الوسائل أيضا كما يقول الموقع زارت تسوركوف في العراق في مناسبات عديدة من عام 2020 حتى اختفائها في آذار مارس من هذه السنة أفادت القناة الثانية عشر العبرية أنه بعد تحذير الكاظمي حذرها المسؤولون الإسرائيليون شخصيا استمعوا إلى نصيحة رئيس الوزراء وهذا هم تطبيع حذروها شخصيا من التهديدات المحتملة التي تواجهها بما في ذلك قبل زيارتها الأخيرة إلى بغداد مباشرة وتعرفون كما ينقل الموقع في الأسبوع الماضي يعني قبل الماضي ذكر مكتب رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو أن تسوركوف بين مزدوجين اختطفت في العراق من قبل ما يسمونها بميليشيا كتائب حزب الله الشيعية مضيفا أن إسرائيل حملت العراق مسؤولية مصيرها وسلامتها أول مرة تثبت النقش وبعدين يقولون ثبت العرش ثم ملقش غير أول مرة لازم نعترف نقول أكو فعلا هايش أمرأة دخلت ومنوا اللي اعتقلها وشون اختطفت وليش دخلت وليش هي هاله اسرائيلية سمح لها بالدخول إلى الجمهورية العراق يعني ما أنتو عدكم جوجل وعدكم بالإمكان سيتش وتفتشهم ببساطة عن أي وحدة أجنبية تتدخل وبذريعة أنها والله عدها تحقيقات عن أحد الجماعات الإسلامية العراقية وهذا يثير الشكوك فتيجي تشوف بجوجل رأسا تفتش تدي هذه الأمرأة هي تقول أنا اشتغلت بالجيش الإسرائيلي وفي وحدة عسكرية وفي قسم تابع للاستخبارات واختي اشتغلت بالقسم الفلاني ولفت على جسمها علم ما يسمى بالثورة السورية وطلعت في تل أبيب اللي هي يافى مظاهرات أمام السفارة الروسية اعتراض على روسيا والله شنو لأن روسيا تدعم الرئيس بشار الأسد ضد بشار الأسد ولبست علم الكردستان العراق ودعت وتأيدت استفتاء كردستان وانفصال كردستان العراق ولبست والله عجيب وطلعت فيها بالواسبات هاي أمامنا ما سمي أنا ذاك بثورة عشوراء وأيدت أولئك الذين اقتحموا البرلمان العراقي المؤسسة الرسمية ودعت إلى الشذوذ الجنسي وأيدت الشذوذ الجنسي هذا موقعها الرسمي هذه اعترافاتها كلها زيهايش لون سمحتولها تدخل إلى العراق وبعدين تجي مواقع إسرائيلية وصحف إسرائيلية تقول ايه والله رئيس الوزراء السابق نصحنا وحذرنا حذرنا وهذا اتصال هذا هذا هذه خيانة يعني وين وين المسائلة القانونية لهؤلاء بعد يقول هو نفسه يعني هذا الموقع نقل عن الصحف الإسرائيلية يقول عاملة السوركوف التي خدمت في الجيش الإسرائيلي وتتحدث الإنجليسية والعبرية والروسية والعربية هاي كلها مثير اهتمامكم لسنوات مع الوزير الإسرائيلي السابق نتان شاراتسكي وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية زين ما سألت نفسكم ليش هؤلاء الآن أثاروا هاي الفتنة الأخيرة داخل البيت الشيعي ما ربطتوا الموضوع بتسوركوف ما قلتوا ممكن ان صحت الرواية التي رواها رواها مكتب نتنياهو النتنياهو وأنها بالفعل محتجزة مع العلم أنك تائب حزب الله كما تعلمون سحنا نلقل قالوا احنا ما لنا علاقة بالموضوع ما سألتوا الحديث عن عمرو بن العاص وعن محاوية وثيرة هذه الضجة الأخيرة بين المسلمين بين الشيعة تحديدا داخل البيت الشيعي على أعتاب محرم وغدات الاحتفال بعيد الغدير ومن هنا أحذر وأطلق هذا التحذير لإخواني وهذا يرادنا بحث طويل عريض إياكم والإنجرار إلى ما يريده هؤلاء في أي قضية لغاصلة مباشرة بهذا الفكر الصهي وبعث صهيوني تكفيري اللي بحجج مختلفة يريد يحط خطوط حمر حتى على أن تقول علي ومعاوية من تجي تقارن تقول علي ومعاوية لا أنت كفرت كفرت وبعشر يسنو لك قانون منع الإساءة للرموز الدينية ويحطون عمرو بن العاص من الرموز الدينية صدقوني فإياكم وحذاري من هذا البرنامج وأنا أتحمل مسئولية ما أقول حتى لا أسبب إحراجا لأحد وأقول أن خلف الستار شيء عظيم بالموساد وبالوهبنة وبالبعث وبالتكفيريين لأن علي ابن أبي طالب وأتباع علي ابن أبي طالب هم المستهدفون ابقوا معنا اشتركوا في القناة لا مزيد من القروض والخنازير التطبيع المطلوب مع مين؟ مع المملكة العربية السعودية ودائما نقول نحن نتحدث خارج الحدود يعني نتحدث نصف وبعض الأمور هي طبعا موجودة لا يوجد شيء سري اليوم في عالم اليوم بس بعض الأمور ربما تخفى عليكم لو نجيين ونحرك هذه المياه الراكدة وروحوا أنتوا ابحثوا ودقوا ورح تشوفون أحبائي السعودية تغيروا كتبها المدرسية بهدوء هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى قبول إسرائيل؟ هذا عنوان للسي ألأن زين نجي إلى عنوين أخرى في هذا الإطار أيضا يعني الكثير يتحدث في هذا الموضوع الآن هذه الأيام ونحن تحدثنا عنه سابقا عندما أبرمت الصفقة أو ما سميه باتفاق بكين بين إيران والمملكة العربية السعودية وطبعا عمل جيد التقارب الإيراني السعودي التطبيع العربي السعودي التطبيع الخديجي الإيراني عفوا التطبيع بين سوريا ودول المنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية كله له آثار كبيرة والعراق له دور على فكرة يعني العراق له دور كبير في الحصول أو الوصول إلى هذه الانفراجة في العلاقات الإقليمية وطبعا الأمور يصبوا في صالح العراق بالتأكيد لكن قلنا سابقا ونقول الآن وصار حديث في الأيام القليلة الماضية بشكل مكثف عن أن المملكة العربية السعودية على الأقل يراد لها يراد لها أن تطبع مع الكيان الصهيوني وأن تنظم إلى اتفاقات إبراهيم عليه السلام أو تسمى بالعبري أبراهام حتى أن رئيس يعني وزير الخارجية الأمريكي بلينكين اعترف أخيرا بأنه أبلغ محاوريه الإسرائيليين يعني الأزمة دي صارت بين نتنياهو والمحكمة والقضاء والمظاهرات وجاي تشوفون هذه المظاهرات يوم بعد يوم تكبر أكثر من عشرين ألف عسكري في الجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم انشقوا وميروحون إلى لخدمة الاحتياط ويعترضون على النتنياهو فيريد يقول له ترى أنتوا جاي تسببون مشكلة في الداخل جاي تحرجنا حتى مع المملكة العربية السعودية يحلوا هذا الوضع يعني في الموضوع ما يسمى بالحصانة القضائية والبعقولية وغيرها من الأمور يعني هذا الكيان الذي من الداخل وأنا أكرر دائما الكيان ينهار من الداخل اعترف وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وفق المجلس الأطلسي هذا مكلامي المجلس الأطلسي مركز من مراكز التفكير الأمريكي المهمة جدا هذا أخير شيء اعترف بإبلاغ محاوريه الإسرائيليين أنه إذا كان هناك حريق مشتعل في فناء منزله من خلف الأزمة الداخلية فسيكون من الصعب جدا أن لم يكن من المستحيد تعميق الوضع القائم الوضع القائم شنو؟ يعني اتفاقيات أبراهام مع بعض الدول في المنطقة تعرفون؟ فيقولوا أنا أريد أن عمقه أريد أن نوسع هذه الاتفاقات ويجي يقول يضيف يوضع يقول اتفاقيات التطبيع وكذلك لتوسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية المحتملة يحتاج إلى هدوء وهذا الحريق في الفناء الخلفي يقوض هدفا سياسيا تبدو الولايات المتحدة وإسرائيل متحمستان له أو متحمستين له ظاهريا على الأقل يقول أنتم متحمسين وتدون علاقات مع الكيان الصيوني وتدون دائما تقولون ترى هذا التطبيع الإيراني السعودي لا يؤثر على التطبيع السعودي الإسرائيلي فحلوا مشكلتكم بهدوء وقووا من بيتكم وهذا درسا أنه حتى نقوي من بيتنا نهتم في وضعنا الداخلي إن حل مشاكلنا في المحور الأول قلت لكم عن الفتنة التي يراد لها أن تشتعب دائما في المناسبات الدينية التركيز على البيت الشيعي دائما في داخل العراق والتركيز على العلاقة الإيرانية العراقية والتركيز على المرجعية يعني حتى هذه هذه الظواهر أنت بعضها أحيانا تشوف أكون يعني حناوين جيدة وحلوة ولطيفة بس هو حلفها يقبل الشيطان في التفاصيل مثلا من نقول يا بقانون يمنع الإساءة للمرجعيات وأدنى قوانين نافذة هاي القوانين النافذة تمنع الإساءة للمرجعيات بس من تجي أنت وتريد تسوي قانون جديد راح تفترع يقول والآخرين يقولوا احنا ما عندنا مرجعيات يعني شو بس أنتوا عندكم مرجعيات أم احنا عندنا مرجعيات ويعتبرون مثل ما قلت لكم في المحور الأول عمر ابن العاص ومحاوية من المرجعيات ومن الرموز فليش تيجي تفتح على نفسك باب لا انت عزز من وحدتك ابن الإسلام ينهدي مدونه ركزوا على تعميق ها الآن عاش وراء وبعد عندك أيام زيانة الأربعين هاي القوة الناعمة الإيجابية العظيمة التي من شأنها إذا استثمرت بشكل جيد أن تحزز من وحدة البيت الشيعي على كل نعود إلى الموضوع أظهرت الدراسات التي أجراها أخيرا معهد هذا المعهد اسمه أمباكت سي دراسة أظهرت هذه الدراسات أن السعودية أعادت هيكلة المنهج الدراسي في قالب يوازن بين تعميم ثقافة الانفتاح والتسامح وبين التمسك بالقيم والعادات الدينية الوهابية المتجذرة في المجتمع وبالمناسبة هذا كلام سيئين اين ها مو كلامي بس نقلل عن المعهد هذا المعهد أو إمباكت من يقول العادات الدينية الوهابية هذا بس ويا الشيعة صدقوني وراح تشوفون بس ويا الشيعة بس في المفهوم الإسلامي أما المناهج أكثر من 80 كتاب من 188 تقريبا كتاب تمت مراجعتهم بشكل من المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية وتم حذف الكثير من الكلمات التي تؤشر إلى هذا الكيان الصهيوني العدو الصهيوني والإبقاء على استعداء جهات أخرى مثل أنصار الله وحزب الله هذا موجود في المناهج الدراسية أما استعداء الكيان الصهيوني لا هذا مرفوع وراح قرارك هذا نص لا نص يقول لاحظت هذا المحهد أن المحتوى الجديد في الكتب المدرسية السعودية ينتقد بعض الجماعات الإسلامية مثل حزب الله وطبعا داعش تمويه والقاعدة وميليشيات الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين يعني بس على الجهة التي حصلها بالإسلام أما الإسرائيليين فيما يتعلق بموقف إسرائيل هذا الكيان الصهيوني من المستوطنات تم استبدال العدو الإسرائيلي والعدو الصهيوني بكلمة الإحتلال الإسرائيلي ويقصدون احتلال الضفة والقطاعها ليس احتلال فلسطين لأنه يعترفون بدولة اسمها إسرائيل بالمنهج صاحب رسميا ما معترفين بهذا الكيان أو جيش يعني بدلوا هاي العبارات شوفوها بدلا من العدو الصهيوني والعدو الإسرائيلي صار جيش الاحتلال الإسرائيلي وجيش والاحتلال الإسرائيلي وأي كلمات سلبية حتى في الخرائط تشير إلى استعداء لهذا الكيان الصهيوني اللقيط شالوه مثلا وفقا لهذه الدراسة من الأمثلة البارزة التي تم حثوها ما يلي أن اليهود والمسيحيين هم أعداء الإسلام سنتحدث عن مناهجهم نحن لسنا ضد اليهود ولسنا ضد المسيحيين نحن ضد التمذب السياسي واستخدام هذه المصطلحات ضد الإسلام وضد المسيحيين واليهود أنفسهم ولا حاجة للتذكير مجددا بأن الصهيونية السياسية مذهب سياسي ليس لها علاقة بالموضوع اليهود والآن فيها عرب مسلمين هاي الصهيونية السياسية يدعون للتطبيع وبعضهم زار العراق وإلى صدف هذا الموضوع الفتنة الأخيرة التي أثرت وحتى المسيحيين يسمونهم المحافظون الجدد علنا يدعو يعيدون الصهيوني بينما يكون يهود ومثال بسيط هو هذه منظمة أو جماعة يهودي كارتا وغيرهم وغيرهم لا يعترفون بهذا الكيام الصهيوني بل يعترفون بفلسطين ويقولون أنه إذا جمعنا اليهود من التيح من الشتات في العالم كله تحت سقف واحد وفي دولة واحدة فسيحل علينا غضب الله وعلى كل حال فأقولوا أن الآن هناك سعي من الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل المملكة العربية السعودية بذريعة أنه بعضين الإيرانيين لا يقدرون يسوون شيء ليرانيني أنه وفق اتفاق بكين عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعني لا أنت لك حق تدخل في شؤوني ولا أنا إلي حق أتدخل في شؤونك وموضوع الاعتراف بهذا الكيام الصهيوني هذا يعتبر قرار سيادي من وجهة نظر الذين يروجون لفكرة التطبيع مع الكيام الصهيوني هم يبحثون عن هوية جديدة للمملكة العربية السعودية ودي كل دولة أخرى تريد أن تنظم إلى قطار التطبيع عن طريق تغيير النصوص حتى النصوص القرآني وبالمناسبة هذه نحن شهدناها بعد التطبيع الذي حصل بين جمهورية مصر العربية وبين الكيام الصهيوني يعني بعد توقيع اتفاقات كام ديفيد عام 1978 هم حاولوا يغيرون الملاهج لكن كل ذلك لم يوصل هذا التطبيع السياسي بين النظامين الصهيوني والمصري ليتحول إلى تطبيع شعبي حتى هذه اللحظة تخيل حتى هذا هذه اللحظة الشعب المصري والجيش المصري يرفضون مقولة التطبيع مع الكيام الصهيوني وأخيرا لاحظت حذرا أن بعض المراكز وحتى يعني بعض القنوات الفضائية التابعة للكيام الصهيوني تقرر وتعترف بأنه اتفاقات أبراهام لم تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتطبيع الشعبي ما لك علاقة بالسوشيال ميديا وبعض الشخصيات اللي تكتب وبعض اللي يسموهم فنانين محسوبين على الصحافة وهم يعني بعدد أصابع اليد ويحاولون يضاقمون موضوع التطبيع وهؤلاء مع كل الأسف هناك من يستقبلهم في العراق هؤلاء لا يستطيعون أن يجعلوا موضوع التطبيع مع هذا الكيام الصهيوني عاما أبدا بل يقولون أن اتفاقات إبراهام الشعبيا فشدت فيريدون بأي شكل من الأشكال يجيبون المملكة العربية السعودية هل سيننجحون علينا أن ننتظر ابقوا بها يقول الجيش الأمريكي أن إيران هي المنتصر الوحيد في حرب العراق أحباي في كل مرة يعني يجري الحديث في الصحافة الأمريكية تحديدا وحتى في مراكز الأبحاث الأمريكية ومراكز الأبحاث التابعة للكيام الصهيوني بل وطبعا في قنوات ووسائل إعلام العربية مع كل الأسف وهذا الأمر أيضا حتى انعدت به وسائل إعلام عراقية محلية وكثيرهم يعني خدعوا بهذه المقولة لأنه دائما ضخ ضخ من المعلومات اكذب 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 حتى يصدقك الناس بل حتى أحيانا تصدق نفسك يعني بعض الصدقون أنفسهم هم يكذبون الكذبة بعدين يصدقوها يقولون يا باب بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بريطانيا وهذه يعني المجموعة التي دخلت الحلفاء إيران هي المستفيدة الأولى من هذه الحرب وهاي يعني طبعا هو العلوان إذا إذا أريد نناقش بموضوعية خب هذا اعتراف بالعزيمة إذا أريد نصدق هذه المقولة أوكي من فمك أدينك أجي أنا أول مرة أتناول هذا الموضوع مهنيا أقول يا باب الجيش الأمريكي لأن هذا آخر تقرير للجيش الأمريكي خلص الجيش الأمريكي إلى أن إيران كانت المنتصر الوحيد في الحملة الأمريكية التي استمرت ثماني سنوات للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين واستبداله بنظام ديمقراطي ماكو كذبة شبيرة بنظام ديمقراطي هذه إحدى نتائج دراسة تأريخية ضخمة صدرت في هذه السنة 17 كانون الثانية لاير الآن بدأوا يناقشون هذه الدراسة في بعض وسائل الإعلام لاحظت يعني مؤخرا بدأوا يطرحوها في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية في مراكز الأبحاث بينما هي الدراسة التاريخية الضخمة كما يقولون كما يقول هذا الموقع في 17 كانون الثاني يناير وهي رمزية تعرفون هذا التاريخ وهي أول مراجعة عسكرية رئيسية لدروس حرب العراق كما يعترف البنتاجون بتكليف في عام 2013 من قبل الجنرال يعني هذه الدراسة انتهت ب2013 بس وقت نشرت قبل في هذه مطلع هذه السنة من قبل الجنرال راي أوديرنيو الذي كان على ذاك القائد الأعلى للجيش الأمريكي تم إجراؤها من قبل ستة ضباط ميدانيين في الكلية الحربية للجيش الأمريكي يتألف هذا التقرير من مجلدين ضخمين أحدهما عن الغزو الأولي اللي صار بألفين وثلاثة والآخر يغطي محور عام الفين وسبعة لمكافحة ما سمي بالتمرد يعني انطلقت المقاومة والمعارضة واللي في الداخل كل من يعارض أو لا يرضى بوجود القوات الأجنبية الأمريكية والاحتلال بعضهم بعضهم طبعا صادق وبعضهم كذب يعني بعضهم كان يحمل اسم المقاومة لكن يقتل الجيش العراقي والحرس الوطني كان يسموه يسموه الحرس الوثني تذكروها زيان والشرطة العراقية والمترجمين وذبحوهم وبعضيان الآن صاروا هم بس هم المقاومين الوحيدين طبعا نستثني المقاومة الإسلامية الحقيقية التي أرسد عائم المقاومة الحقيقية وثبت من خلال مشاركتها في حرب تحرير العراق من التنظيم الإرهابي داعش هذه الفصائل التي انخرطت في الدفاع عن العراق أمام الاحتلال في مواجهة الاحتلال بعدها راحت أيضا قاتلت هذا التنظيم الإرهابي اللي تكون وضم الكثير من أولئك الذين كانوا يتمشدقون ويتشدقون بما يسمونها بالمقاومة فحتى انسحاب غالبية القوات الأمريكية كما يقول المجلد الثاني عام 2011 والتقييم النهائي كما يقولون هو قراءة واقعية طبعا قضية الانسحاب عام 2011 تعرفون كل الزيان بعدها رجعوا بـ 2014 بذريعة مقاتلة داعش ويسووا ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الأرهاب طبعا من الباب تخدم للشباك يقول في وقت اكتمال هذا المشروع مشروع التقييم النهائي اكتمل عام 2018 بعدها اعلن قلت لكم هذه السنة يقولون يبدو ان ايران الشجاعة والتوسعية هي المنتصر الوحيد ويزعمون انه يتم اضعاف العراق الذي يمثل التوازن الاقليمي التقليدي لايران ما حد بكم نسى نظرية الاحتواء المزدوج لمارتن اندك عندما كان صدام على رأس السلطة مارتن اندك السفير الامريكي السابق مارتين صار في الكيان الصهيوني وهو الان على فكر احد كبار قيادي ومدراء ومؤسسي محد واشنطن لسياسات الشرق الابنى الذي تديره واسسته الايباك هذا طرح فكرة التوازن الاحتواء المزدوج انضعف العراق انضعف ايران لازم في نفس الوقت بعدين سقط النظام نظام صدام زين هسه هم ويقولون لازم نحافظ على التوازن هذا يلغي لك هذه الاكذوبة اللي تقول العراق هو ايران هو المستفيد الوحيد لان هدفهم الاساسي بعد العراق هو ايران فاحنا نقول من نقول انه انتم من تقولون ان العراق هو ايران هو المستفيد الوحيد يعني انت تعترف بفشل سياستك السياسة الامريكية كانت اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية طبعا انت راح تسمع اشاعات من هنا ومهنا وتدليس في الكلام ينسبون كلام الى مثلا الرئيس محمد خاتمي او ينسبون كلاما الى محمد ابطحي محمد علي ابطحي نائب الرئيس الايراني انا ذاك حول والله يعفت كلام كذب في كذب ويطلق ارجع شوف الام يتكرر من قبل على كل الاسف بعض القلوات العراقية المحلية المتحدة الامريكية لا احتلال العراق كذب ويطلق احران تعتبر نفسها متضررة سوريا تعتبر نفسها متضررة وتتضرر يعني هم على يعني مثل عجارة دومينو يفترض ان يكون وفق السياسة الامريكية يسقط النظام العراقي نظام صدام يسقط هذنهم لازم يسقط زين ذنهم ما قدر نسقطهم شو لازم نسوي لازم نعيد ترتيب المعادلة من جديد ونخلق في العراق اوكرانيا جديدة شلون اوكرانيا مقابل روسيا في 2014 خلقوها ورحت شفتوا التحقيق الاستقصائي الذي اجراه كثيرون من ضمنهم المؤرخ الامريكي اريك زويس اريك زويس اربع سنوات اشتغل اربع سنوات اكرروا اعيد اربع سنوات اشتغل على تحقيق استقصائي نفس هاي الادارة الامريكية الحالية هاي الادارة يعني الديمقراطيين كان اوباما وكان هذا بايدن نائب والكثير من معاونين ومساعدين وزير الخارجية في الادارة الامريكية السابقة اللي يشتورون على الخارج والان لا يزالون يشتورون في هذه الادارة الامريكية يقول لك احنا سقطنا نظام الديمقراطي في اوكرانيا وخلقنا نظام يشكل ستشينة خاصر للاتحاد للاتحاد الروسي الى روسيا نفس الشي رات يسوه في العراق زين شوان اذا ايران هي المستفيدة الوحيدة هس احنا مو جانا نتحدث عن ها السفير الامريكي امامك امامك وتعال شوف بعظمة انسانها قالت نحن باقون وهذا يكذب لك الاكاذيب يعني يفضح الاكاذيب التي كان يتشدق بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم نقول احنا توصلنا بعد حوار استراتيجي شوان اسم شبير مع الولايات المتحدة الامريكية على خراج القوات الامريكية ونبقى على فقط تغيير المهام من قتالية الى استشارية وتدريب لا يجد قتلك لا احنا موجودين موجودون وسنبقى في العراق والدليل ابسط ودليل على ان هذه القوات قتالية ابسط دليل اختيال قادة النصر شو شوقت لهم قوات قتالية صح ولا لا وابسط دليل هم ما انا اقول هم يعترفون مو انا يقولون احنا جايين وقاتل داعش وشو تقاتلوا بالمشورة والتدريب كما يزعمون فاذن شون العراق ايران هي المستفيد الوحيد من طبعا ايران ترتاح من يروح نظام استبدادي قمعي شن عليها حربا ما استمر الثماني سنوات لكن في نفس الوقت ايران تعرف كل الزين انه هلالك مخاطر وهذه النظرية التقليدية من وجود قوات امريكية اجنبية بالقرب من حدودها وفي المنطقة بشكل عام فعلى اي اتحال احبائي يعني مع كل ذلك اجب ان نقول انه مع كل ذلك ان هذا التقرير الامريكي للجيش الامريكي يعترف بتكرار الاخطاء الامريكي ويقول ان تكرار الاخطاء الامريكية مكلف بالنسبة لهم ويذكر بعض التكاليف وبعض يقول مثلا كلفت هذه الحرب الولايات المتحدة اكثر من اثنين تريليون دولار طبعا من الاموال العراق هم يدفعون فلوس وشفتم الشطف والسرقات قتل ما يقرب من اربعة الاف وخمسمائة جندي امريكي هم يقولون واصيب ثلاثين الاف اخرون من الجنود الامريكيين في القتال وطبعا يقولون اكثر من خمسمائة الاف مدني قتلوا في هذه الحرب بالمناسبة ذاك اليوم احد اولئك الذين يتحدثون مع الاسف من اربيل ممن يسمون نفسهم مقاومة ويعترف علنا وهي المفروض لان يحاسبوا الامريكان في العراق بمقاومتهم التي كانت تقتل العراقيين اظم الله تعالى وجوركم ولا تنسونا من الدعاء والزيارة يمان الله اشتركوا في القناة